اشتركوا في القناة حابب اشكر المخرج استاذ وليد حابب اشكر استاذ تامر حابب اشكر محمد الملكي حابب اشكر اخويا الكبير طبعا استاذ نصر الشاهد كل سنة هم طيبين وحابب اشكر الحسين طبعا المصور الجميل بتاعنا النهاردة مع اهم الاخبار واهم الكواليس جمهوري العزيز واهم الملفات اللي موجودة داخل الاندية النهاردة معنا ملف من ضمن الملفات القوية جدا معنا ملف عودة الدوري الممتاز لشكله من تاني يعني بمعنى اصح اتكتب على موقع الرسم الاتحاد الكورة وعلى موقع السيد وزير الشباب ورياضة دكتور اشرف صبحي اتكتب كده بالنص خلوكم معنا واحدة واحدة هنقول اللي اتكتب بالنص وهنرجع لنقشه مع بعض مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم اتحاد المصر كرة القدم يطالب الاندية بتعاهد كتابي يعني بطلب بيبقى مكتوب يتقدم للجنة الخماسية الموافقة للاتحاد المصر كرة قدم برئاس الدكتور عمر الجنيني مسؤول اندية الدور الممتاز من لسان دكتور عمر الجنيني زي ما وعدناكم باهم التفاصيل من بنامج الكرامة الكريم دكتور عمر الجنيني قال كده على لسانه السادة مسؤول اندية الدور الممتاز التوجه بتقديم ملف او تعحوط كتابي من اجل استكمال الدور في خلال شهر يونيو القادم وهذا التعحوط يشمل تعقيم الملاعب والمباريات في القاهرة واتخاذ التدريبات والاجراءات الاحترازية من انتجار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة اللاعبين وعناصر المنظومة الرياضية دي برضو من ضمن الخطاب هنكمل الخطاب مع بعض وفي انتظار من قبل الاتحاد المصر كرة القدم بعودة الدوري بعد عيد الفطر المبارك طبعا لو الدوري رجع هيرجع بعد العيد ولكن هيبقى فيه شهر هيبقى فيه شهر فترة معايشة او فترة اعداد من تاني تمام قبل استكمال باقي مسابقات الدوري هيتم الاجراء ده اهم التفاصيل بالنسبة للموضوع ده طبعا الموضوع ده عشان يتم هيبقى معتمد على ثلاث جهات على السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بناءا عليه هيتم اجتماع بعد 48 ساعة من اللحظة اللي احنا فيها دي في خلال 48 ساعة هيتم اجتماع ما بين السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي والسيد الدكتور وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي هيتم مع ذلك معالي الوزيرة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة هيتم جالسة او هيتم انعقاد جالسة الجالسة دي اللي هيدور فيها هيدور ان وزير الشباب والرياضة هيعرض الملف اللي قدمه دكتور عمر الجنيني احنا كويس قوي اللي احنا في الظروف دي بنعرف نفكر بنعرف ازاي ندي الحوار خرجنا برا السندوق وفعلا بجد انا بشكر دكتور عمر الجنيني برغم الانتقادات اللي اتعرض لها ولكن دي حاجة ما تخصناش بقول شابو جدا اتحاد المصر وكرة القدم برئاس الدكتور عمر الجنيني ان احنا بدأنا نعمل اجتماعات وبدأنا نفكر ان الدور يرجع ازاي ولكن الدور مش هيرجع الا بموافقة السيد فخامة معالي رئيس الجمهورية السيدة رئيس عبدالفتاح السيسي بناء على الصورة اللي هينقلها دكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة والصورة اللي هتنقلها معالي الوزيرة دكتورة هالة زايد دكتورة هالة زايد بصراحة طلعوا انا حابب بس يعني هخرج برم الموضوع لحظات ورجع تاني دكتورة هالة زايد اللي قدامنا على الصورة ده جماعة وزيرة الصحة بتتعرض لانتهاكات واتهامات غريبة الشكل يعني انا عايز اقول ان السيد وزير الداخلية اللي وقال دكتور محمود توفيق ده طبعا رجل وزير الداخلية فطبعا ما بيخشش بيته إلا مرحمة ربي في بعض الوزراء شايلين حمل جامد قوي على كتافهم فلازم يا جماعة نهدى شوية على بعض الوزراء يعني الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الرجل بينزل بنفسه بينزل الشارع بنفسه ممكن ما يفطرش ببيته معالي وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد ممكن ما تفطرش ببيته فلازم يكون عندنا الروح شوية احنا الوحد فينا بيبقى مسؤولة عن أسرة بيبقى تعبان ما بالك بقى لما تكون مسؤولة حد زايد دكتور هالة زايد ما بالك لما تكون مسؤولة عن حياة 120 مليون مواطن أو 110 مليون مواطن ولكن انعقاد الجلسة هيتم في المناقشة ما بين الثلاثة وزراء اللي ذكرنا اسمهم قبل سابق في بداية الحلقة هيتم لانعقاد اني هنكمل الدور ولا لا مع ذلك يعني بص احنا بينفكر خارج السندوق وعملنا حاجة كويسة ولكن بعض الان دي هتبدأ تعترض مين اللي هيعترض ومين اللي هيوافق ده هيظهر رسالتنا من خلال برنامج الكرة مع كريم بنقولي يا ريت بعض الان دي هتتعاون او اللي 16 مليون مجدد في الدور الممتاز يتعاون ان الدور يكتمل في دوريات برا في اسبانيا الدوري الاسباني الدوري الانجليزي تلغى ما بالك بقى لما نيجي في مصر وبرغم التأخر القاروي ورغم التأخير في عادة الهيكلة في المنظومة الرياضية احنا مصر هتكمل الدوري انا واحد من الناس او واحد من الجمهور بتمنى ان الدوري يرجع بصحبة الدكتور الوزير اشرف صبحي يعني بنتمنى لو يكون ملم بالموضوع اكتر من كده الجلسة دي ما بين التلات وزراء ما بين السيد رئيس الوزراء وما بين الاثنين وزراء وزيرة الصحة ووزير الشباب والرياضة هيتم فيها عرض ملف يعني هنقول دلوقتي اللي احنا هنكمل الدوري الدوري هيكتمل ازاي؟ الدوري هيكتمل بشكل كالقاعة رقم واحد هيتم تعقيم الملاعب رقم اتنين هيبدأ المباريات كلها تبقى في القاهرة مش خارج القاهرة تمام؟ رقم تلاتة هيبقى فيه اجراءات الاحتراز بشكل قوي تعقيم الملاعب هيبقى بشكل قوي ده هياخد مجهود كبير ولكن طالما احنا وصلنا المعلومة او وصلنا وعملنا ملف قدرنا نجهز ملف ونقدمه طبعا سيد الدكتور احنا يعني حابين ان الدوري يرجع فانا يعني انا عايز احيي سيد الدكتور معالي الرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي انا اتعملت معامرة 2 او 3 ولكن هو من الشخصيات المحترمة جدا ومن الشخصيات المتواضعة جدا جدا الراجل ده جماعة بيتعب والله تقريبا ما بيخش بيته وانا حاسس ان هو ان شاء الله عايزين يعمله حاجة عودة الدوري في الوضع ده بجده تبقى مكسب كبيرة جدا لمصر عايزين العجلة بدور زي ما بيقولوا بالبلدية عايزين نرجع للاجواء تمام؟ فاحنا عايزين ان فيها اندية انا عارف اللي فيها اندية هتطلع تعترض وانتو عارفين مين الاندية هتطلع تعترض بعيدا عن اي حاجة تاني انتو عارفين وانا عارف كهاز جدا الاندية هتطلع تعترض بس ده يبقى اجراء رئيس الوزراء بعيدا بقى ان لها الاعترض ازا مالك اعترض ايا كان يعني ملناش دعوة ولكن الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا هيتم تعقيم الملاعب بشكل قوي يعني هياخد مجهود مننا برغم اللي احنا قدرنا نقدم ملف للسيد الدكتور رئيس الوزراء فاحنا فعلا قدر اللي احنا نكون نطلع الشكل ده يعني انت عارف يعني ايه ترجع دوري عارف يعني ايه تقوم باجراءات تحرزية احترازية قوية جدا عارف يعني ايه يعني هتحتاج مجهود هتحتاج رجالة هتحتاج وقت هتاخد تعب كبير جدا جدا فانا باشكر الدكتور عمر الجنيني على هذا الخطوة خطوة ايجابية وخطوة بتحسسنا اللي احنا الكرة في مصر بدأت تطلع فانا برضو عايز اشكر السيد وزير الشباب الرئيس ده دكتور اشرف صبحي الراجل ده جماعة بيتعب جدا دكتور اشرف صبحي ادري يعمل كبيرة جدا في مراكز الشباب انا باشكره هو مش موضوعنا ولكن الراجل ده شغال وانا بجد سقط فيه عالية جدا وسقط الجمهور الرياضي ايا كان في اي وقت ايا كان نادي الاهلي الزمالك الاسماعيلي ايا كان الجمهور بيحب الراجل ده الراجل ده بشغل بما يرضو لا فانا واثق في قراره انا واثق في اللي هو هيرجح هيقولك الملف فيه واحد اثنين ثلاثة بس خطوة ايجابية اللي احنا عرفنا نفكر عرفنا كنا عندنا فكر استراتيجي وده دايما اللي انا بتكلم فيه من خلال برنامج الكورة مع كريم اللي احنا يكون عندنا اعادة هيكلة للمنظومة الرياضية بالشكل والكواليتي البروفيشنال احنا بالشكل ده لو الدور استكمل وانا بتمنى والدنيا كلها تمنى ان الدور يبدأ يرجع الدور لو رجع هنبقى خدنا قطعنا ستين في المية من الطريق في اعادة الهيكلة في المنظومة الرياضية في مصر فدي من اهم التفاصيل اللي معانا ومن اهم الملفات تعالوا واحدة واحدة كده نتكلم اذا لم يتم تقديم التعهد الكتابي للسيد الدكتورة عمر الجنين يعني هنقول مثلا هما 16 نادي في الدور الممتاز فطبعا هنقول مثلا 16 نادي من الدور الممتاز تمام هيتقدم منه مثلا 8 في الحالة دي اللي ممكن يحصل اللي هيتم ان لو القرار فرض فرض السيد الدكتور وزيرة الشابرة دكتور أشرف صبحي لو قال خلاص هنستكمل الدوري ما فيش حاجة اسمها مش هتقدم من طعات كتابي مش هتقدم يبقى من صاحب فمش عاديين يبقى شكلنا يعني أنا بناشر جميع الأندل يبقى شكلنا كويس يبقى عندنا الروح عندنا فكر استراتيج عندنا كوالت عندنا فكر بروفاشنال ولكن دي من أهم الملفات والكواليس فمعا معايا كابتن معايا نجم كبير جدا الكابتن أكرم عبد المجيد نجم نادي الزمالك ونجم مصر والهداف التاريخي لكاس مصر كابتن أكرم مساء الخير كابتن أكرم أنا مبسوط بمدخلتك الجميلة في أقوى صهرة رمضانية برنامج الكورة مع كريم كابتن أكرم يمكن لو حضرتك كنت بتسمعني وأنا بتكلم على موضوع عودة الدوري عايزين أهم التفاصيل من نجم كبير زيك وعايش في الأجواء الملاعب إيه رأي حضرتك في عودة استكمال الدوري أنا إن شاء الله يعني أنا بقول في نص خمسة إن شاء الله ترجع الفرق للتدريبات ونديهم فرصة ستة أسابيع إن شاء الله وبعدين يستكمل الدوري مثلا يوم عشرين ستة أو خمسة وعشرين ستة وتخلص الدوري إن شاء الله على أول تسعة أول أسبوع من تسعة وبعدين تبدأ الأمور الموسم الجديد يبدأ في واحد عشرة واتحاد الكرة يراعي الوجود اللي هي القيد والانتقالات والحاجات دي كلها يراعيها في الفترة دي كابتن أكرم إيه رأي حضرتك في القرار الجريء اللي خده دكتور عمر الجنيني بالنسبة للستكمال الدوري طبعا أنا شايف أن أنا أنا معاه أنا معاه استكمال الدوري أن القرار يستكمل والدوري يعني يرجع لطبيعته والدوري يشتغل ويبقى الأمور طبيعية جدا وإن شاء الله مصر محفوظة إن شاء الله وربنا يزيلي الوباء إن شاء الله على خمستاشر خمسة هتكون إن شاء الله كل الأمور تمام ويعني ده رؤيتي يعني إن شاء الله وربنا يسر الأمور بإذن الله كابتن أكرم معلش هنطول على حضرتك شوية ولكن تقول إيه للأندية اللي هي رفضت تقدم تعهد كتابي إحنا مش هنكشف عشان دي كواليس الأندية اللي هي لم تتقدم بتعهد كتابي زي ما قال دكتور عمر الجنيني تقولي الأندية دي إيه يعني لا يعني المفروض أصلا إحنا كلنا في منظومة واحدة إحنا عايزين الدور يرجع وبعدين يا ما أندية صعدت ويا ما أندية هبطت ورجعت صعدت تاني والدنيا ما وقفتش على حال واحد يعني لازم من الأندية تدراعي مصلحة البلد قبل مصلحة أي حاجة ومصلحة الفرق أو مصلحة مصر في إن الدور هي بتستكمل والنشاط يرجع وتبقى الأمور طبيعية ويشوفوا الفرق اللي هتسعد تسعد عشان الفرق اللي تعبت وصرفت والفرق اللي بتنزل ممكن بس يلغوا الهبوط في المنتز به لو هيلغوا دور المحترفين يلغوا الهبوط من المنتز به ويستكملوا الدوريات ويكملوا الدور المنتز به أو ينزل اتنين بس عشان ما فيش فرقة في الفترة اللي هي بتاعت تكمال الدوري تفوت مباريات يبقى عندنا الانتنين يعني نزلوا اتنين أو ثلاثة من المنتاز به الاول والتاني من الدرجة التانية كابتن اكرم بشكرك شكرا جزيلا على المدخلة القوية وده شرف ليا طبعا وجود حضرتك كل سنة وحضرتك طيب كابتن اكرم مرسي جدا شكرا لك ويا رب يا رب يا رب يا رب يا مصر تكون في خير ودايما ان شاء الله ربنا حافظ حبيب يا رب حبيب يا كابتن مصر ربنا يخليك الهدف التاريخي شكرا جزيلا لك الكابتن اكرم استنونا مع فيديو قوي جدا فاصل محد شروح مكان شكرا جزيلا